السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة انت سار امريم كانت منا تكونوا على خير وبخير انتم ما كتشاهدوا الفيديو ديالي وتكونوا في احسن احوال وبصحة جيدة وجيتكم بفيديو جديد وجبت لكم ملاوي مورقين رطبيين خطيرين خصوصا الناس اللي كيعجبهم الملوي وما كينجحش معاهم فما عليكم غير تجربوا هالطريقة لبناس كيف كتشوفوا كيجي واحد الملوي اللي من ارواح ما يكون متأكدين لجربسوه غادي يتحمقوا لي لانه فعلا كيجي زوين كيجي خفيف ومورق وارطب والمضاق جد هائل ومميز غادي نشارك معاكم جميع الاسرار والتفاصيل بش انتم ما ينجح معاكم واحتى السيدات اللي بغاوا ياخدوه كمشروع في البيت سنشارك معاكم تمال بيع وشحرك يتعطينا من الكمية يعني سنشارك معاكم تحت دقيق وشحرك يتعطينا من ملوية سنشارك معاكم كل شيء في هذا الفيديو هذا مع ليكم غير تفرجه في الفيديو من الأول حتى الأخر ونخليكم مع الفيديو بفرجة ممسعة وأول حاجة سنشارك معاكم المقادير أو المكونات عندي هنا كيلو تحت دقيق الأبيض كنختار دائما نوعية اللي كتكون مزيانة يعني كيكون دقيق الخاص بالحلويات باش هكا كنضمنو النجاح ديال الملويات دفت عليهم نصف ملقة صغيرة ديال السكر سانيدة كنأكد عليها نصف ملقة صغيرة ممكن سعود واحدة بالعسل غير كيساعد نفط بشكاتين وحدة اللون اللي كيكون دهابي ومع القصغيرة تعال ملحة هات الشي اللي غادي نحتاجه وكنجمع الدقيق ساعي كامل بالماء عادي يعني المبارد من الروبيني كنبقى كنضيف الماء بشوية 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 وانا كنجمع كيف كتشوفوا العجينة انا ما غاديش ندل لكها البنات سو خحطي سفوق سطح العمل هنا غير باش هكا كنجمعه وكندخل هذه الدقيق مع بعدي ياسو صافي العجينة تكون مقعص حاش وما تكونش مرخوفة يعني تكون بين وبين وهنا ما كندلكوهاش نهائيا انا غادي كنجمعها كنشوف الشكلة العجينة غير كنجمعها كندخل هذه الدقيق مع بعدي ياسو صافي وغادي نديرها في الإناء وغادي نغطي عليها بواحد بلاستيك غدائي ونخلي هكا ترتاح مدة ديال خمسة اشار دقيقة خليوها خمسة اشار دقيقة وقد ما خليسوها اكثر غا تحصلوا على نتيجة احسن من كنسحكم البنات اذا كان لديكم الوقت عجنوه بالليل وطيبوه الغد في الصباح كي يجي خطير كي يجي زوين بزف ما عندكمش الوقت بحالي اهنا لان الطلبية كنت مزروبة بها فخدمتو خليتو خمسة اشار دقيقة كيرتاح ورجع الدابة باش غادي نكمل معكم بقية المراحيل هنا كيف كتشوفو العجينة تعتين بعد مرتحت ليا خمسة اشار دقيقة انا هزيتها كيف كتشوفو اراه هي كتدلك راسها براسها يعني ما غديش نحتاجو الملوين دلكوه ولا نضربوه فيه المجهود او تمارا نهائيا نتوها غير الوقت وترتاح والعجينة كدلك راسها براسها هنا عاود جمعتها وخرجت منها داك الهواء وديتها وجبتها كابينة ديا غير شوية ما كان دلكش البنات سر كتشوفو معيها غير كان ديها وكان جيبها سافي غادي نعاود نحطها في الإناء وغادي ندهنها بشوية واحد نسمع علقة صغيرة على الزيت ستحصل علي 3 محاولة 10 محاولة 30 دقيقة و الملاحظة ليجبات اصلت لي انكم اعطي قليقة بسها shot 30 دقيقة بعض ما رسعتني العجينة لطوع وكيف كتشوفوو كتشوفو 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 كالا يليمه في جيء الد kuin اكتشوفو كتشوفو 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 كالا والداليل على ان العجينة تمارا من دليل ودلوكة مزيان وبلما ندلقوها وبلما نضربو فيها جيء وهنا بمجمعت الطوع سوف نقطع كوائرات عبرتهم بالميزان كل كوائرات عبرتها بالميزان وكل كوائرات وعطاني سبعة كوائرات سوف نغطيها بالبلاستيك يجب عليها الزيس وعطيتها بالجنب يرتاحها المدة على 5 أو 10 دقائق غير لما وجدتها كي تفعلها حتى نقضي المليويات قياسة 120 غرامة الزبدة الخاصة خاصة بالأكل وكتبعها جيدة لذلك يسعطينا حسنا لكل كميات الزيس وكثيرا كمية عزيت كتير من كمية عزبدة كمية عزيت كتير من الزبدة 100 جرام الدقيق الفينو الدقيق السلب أو الحرش خمرة وحدة وزن 8 جرام أو بيكين باودر وأضع كل شيء على الجنب ونضوز كتير من الزبدة ونشرح الميليوية بكل سهولة كيف كتشوفو العجينة البنات راها مرتاحة وعطي يعني الطوع وكتشيليها مع ايديها وكيف كتشوفو كلها فقعات كيف تليكم وهذا دليل على انها مدلوكا مزيان هنا كنتلق الكويرا تاعي على سطح العمل كاملة حتى كتولي شفافة وكتولي رقيقا مزيان خاص سطح العمل يبالينا من هذه العجينة نطلق هذه البنات هنا كنتلق غير بالزيت يعني لم نستعمل الزبدة نهائيا حتى نطلق الورقة العجين كامل وهنا كمده ندير هذه الخاليط تاع الزبدة والزيت اللي عجلناهم حتى حصلنا على كريمة بهذا الشكل ندهن الوجهة المليوية تاعتي كاملة ومن بعد نطلق كمية قليلة تاع الفينو اللي خلطته مع الخمارة او بيكين باودر كان الرشو هنا على كمية قليلة ما نقوي بزاف غير كمية قليلة البنات سافي هنا غادي ناخد واحد سكين او غادي نقسم هاد الحجينة اه لثلاثة ديال الاشريطة كيكونوا متساوين كنحاول نديرهم متساوين بهذا الشكل هادا كل الكويرة غا تاعطيني ثلاثة ديال المليويات كنتمنى يكون الشرح واضح هنا كنشد كل شعرية تكلفو على جوج بهذا الشكل هادا كنلفو هنديرها الطريقة البنات اللي هنا شاركت معاكم سريعة يعني مكتاخدش منكم الزبط على الوقت دغيه كتخدموهم غير متساوين تخدموهم ملويتاكم فخدموا كل مرحلة وعطوها حقها مثلا مليس عجنون عجينة اغطوها وعطوها حقها وخليوها ترتاح مليس عاودوا تخدموها المرة الثانية خليوها عاو تانية ترتاح يعني هاد الملو هادا كنخدموه على حسب مراحيل وكل مرحلة كنعطوها حقها وورا هكا ما كنحسوش بيه نهائيا وما كنحسوش حسابي اننا رابدلنا واحد المجهود هنا بعد ما طويت الاشريطة سعتي كاملين كل شاريط درسوه على جوج عاود هندهم شوية على الزبدة وكررش واحد الكيمية قليلة دي اللي فينو كن اكد على البناس كيمية قليلة وهنا غادي مدى اللف الشاريط بهذا الشكل وانا ما ادي مرخوفة بحالة غير كنلف هكا نطوو عليك العجينة هكاية يعني ادي مرخوفة وانا كنلف واحدة على واحدة هنتم البناس ما تحاولوش ما تزيروش خليوه مرخوف باش هكا لك الوراقاس مني كم دولكا طيبو كيتحلو لنا وكيتحل لنا الملوي دينا بهذا الشكل البناس راني هائيا ما كنزيرش بحالة دوك الطويات غير كنرميهم هكا واحدة على واحدة كيف كتشوفوا البناس راني كنحاول نوضح لكم مزيان هكا كنلويهم وكتشوفوا العجينة رهار طباء ورقيقة جات بزاف صافي طريقته ساهل لبنات يعني غير اللي ما بغاش هدي الملوي واللي ما بغاش تاخدوها كمشروع وتخدم البيت عارض حاجة ما صعيبة البنات اللي صعيب هو مبقى وغير غالسين ومرب عيني دينا ومرة كل شي ساهل ما يمكنش بديكوش واحدة فيكم تقول لي انا الحاجة ما كتصدقش دي اولا ما كنعرفش لها نجربوا المرة اللولة والمرة الثانية والمرة الثالثة واكيد كل شي غادي نجح معاكم وكل شي غادي يقول لي كل شي غادي يقول ويجيكم ساهل ويجيكم زوين ان شاء الله كيف كتشوفوا بنفس طريقة غادي نخدم الكويرة ثانية كنحاول نبسطها غير بالزيت ارقيقة مزيان ومن بعد كن ندهنة بالزبدة والرش على دقيق وكن قطعها بالموس على ثلاثة الاشريطة كل شارية كنلفوا على الجوج وكنعاود لهن الزبدة والرش لفينو ومن بعد كندلف فيها هكا حتى كنحصل على واحد هكا واحد طويات كيف واضح معاكم في الصورة يعني كلك لكم البنات طريقة ساهلة والله ما كي ياخد لا وقت لم جهود نهاية خصوصا ان هذا الملوي ما كي يحتاج لديك اه تمام يعني ما غادي نشد الكوه نهائيا هنا بعد ما كمت الكويرات تسوعي كاملين كل شارية قاديتو كنحطوه باش هكا كي يتطلق وكي يعطيني الطوع هنا بعد ما كملت كل شي كنناخدهم وكنحاول نمجمع الجواني بيعني ما شين دخلوا لاتا عن جنو لك العجينة غير كندخلوا واحد شوية وكنهبط العجينة ساعتي بهذا الشكل غادي نستمر حتى غادي نكمل الكمية اللي عندي كاملة وغادي نخليهم يرتاحوا واحد مددية عشرات عالدقيق هكا كاتر ساحلينا العجينة باش مليك نبغون نطيبوها ونقرسوها كجينا العجينة ساهلة وعطينا الطوع هنا العجينة ساعتي بعد ما رسحت لي خليصة واحد مددية العشرات عالدقيق سافي خديت المقلة تقيلة لبنات لبغيت الملوي ساعكم يجي زوين ويطيب مزيان ويتنفخ ويتحليكم دارووري كنديرو المقلة تقيلة كينا ديك المقلة تعويش دوكي نحصل لها ما كوم حسا هي ماركة زوينة هي لعنديها السراحة أنا كنطيف فيها الملوي ولا الرغيفات كيجيون يزويني في الطيام هنا درت هكا تسخون على العافية اللي هي مجهده حتى سخنت لي مزيان ورشيت فيها واحد رشي شاشة على زيت شوية سافي هنا درت البنات العافية متوسطة لاني عندي المقلة سخ مونام زيان درت العافية متوسطة وبديت كنحط الملويات التاعتي هاد المقلة عندي كبيرة كزهزلية ثلاثة يعني كندير ثلاثة في مرة حتى في الطياب ما كياخد شي بزر فتع الوقت بالنسبة للعافية اللي بنات او النار فكنديرها في الاول متوسطة شوية مني كيبدالي يدك الملوي بدك يتنفخ كنجهد عليه العافية شوية كنعاود نقص منها شوية مهم العافية على حساب عينكم ميزانكم انتم اللي كتحكموا فيها كيف كتشوفوا الملوي تاعنا كيتنفخ ملي كيبدكي طيب وهذا دليل على انه كييجي مورق من الداخل وغادي يجي محلول كيف كتشوفوا البناس هاكا بعدما كيبالي يلونه بدك يدهب الناس اللي كيبغيه كييجي محمر بزاف او مقرمل زيدوه في الطياب اي لا كننسوا بغيسو غير هاكا يبغيسو تحساف دو بيف المجمد فكت طيبو غير شوية لانه مازالني كان بغوا نقدموه كان عاود ونعاود ونصخنوه المهم كان طيبو غير وحل هاكا كيبدا شوية كيبدا شوية كيبدا شوية كيبدا شوية غادي نطيبو كيف كتشوفو حتى كيده بليلونه لانه ملاسوب غادي هاكا يا طيب هاد شكل هادا غادي نستمر بنفس طريقة حتى غادي نكمل كمية اللي عندي ديال الملاوي كاملين وكيف كتشوفو البناس راكي تنفخ من الداخل كيجي محلول وما شاء الله كيجي رائع بزاف اي لا تبعتوا هاد طريقة اللي شاركت معاكم بجميع الاسرار والتفاصيل كونوا متأكدين حسنتوا ما ولو تكوني عمرك مدرتية وعمر مصلاق لك الملوي فكوني متأكدة غادي نجحوا معك المل ارتب من الداخل وكله مورق وكله رايقات كيف كتشوفو معايا كيجي خطير البناس هنا كل واحدة طيبتها كنحاول نحلها بهذا الشكل هادا انا راح الليس كل شو هادي الاخيرة كنشاركة معاكم سفي كنحاول نحلو هاكا بالنسبة الناس اللي غايتناولوه في نفس الوقت كتحلو هاكا وبالنسبة الناس اللي غايتناولوه في المجمد كل واحدة طيبتوها كدير واحدة المنديل وكتحطو فوق منه حتى كتكملوا الكيمية اللي عندكم كاملة بلما تحلوه موالو وكت تخليوه حتى كيبرد مزيان يبرد تماما ومن بعد كتلفوه في البلاستيك الغدائي وكتعودوه في واحد بلاستيك خرا وكتخليوه في المجمد المدة تاع شهرين او تلت شهور ما كيخسرش نهائيا لانه ما فيه لخميرة لوالو كيكون يعني صحي ما ماشي بحل الاشي اللي كتكون فيها الخميرة وكون خبيوه في المجمد الوقت اللي بغيتوه فاتجبدوه قبل بوحد له قيسة هاكا كي تدي كونجلة ومن بعد كتتسخنوه وكيجي كأنكم يضله كيطيبسوه كانت منه ه لدينا الاعجاب ديكم بالنسبة لكيلو تاع الفورس على البنات او كيلو تاع الدقيق خرج لي واحد وعشرين ملوية والتمن البيع تاعها جوج دراهم ونص لكل ملوية هادرها صغيرة البنات انا لم ادرسوا كيف يبقيتوه صغير والتمن كيبديكم جوج دراهم ونص لانه ملوي خدمناه بالزبدة اللي النباتية يعني زبدة الخاصة بالاكل اللي كيكون ما دقها زوين كنعرفوا التمن ديالها غالي اذا كشيالة جدايرا ليا انا جوج دراهم ونص لوحدة وصراحة ملوي اللي ما غي حشمكم مش لم مع العائلة تاعكم او مع الكليان تاعكم كيف تريدوه كم مشروع مربح كي ياخدش منكم الزبدة على الوقت كي يوجد كمية كثيرة ومشروع مربح لبنات كنسحكم باش تجربوا هادر الملوي هادر وما تنسونيش من لايكات وتتعليقات وتبغتاجوا الفيديو مع الحباب والصحاب